هل يوجد داخل هذا الائتلاف الحاكم من هو مرشح للانسحاب؟ اليوم، الليلة، الليلة، أعلن بين جفير وسموتريتش، الليلة فقط يعني بعد ما انتهينا من احتفال بيوم السبت منذ ساعات تم أعلن بين جفير وأعلن سموتريتش وده متوقع أنهما إذا قبل نتانياهو بخطة بايدن المقترح لوقف الحرب سينسحب من الحكومة وعلي نتانياهو مش هيقبل خطة بايدن حتى لا ينسحب بين غفير وسموتريتش لكي يتم حفظ ماء وجه نتانياهو تم الاتفاق، وده كان اتفاق مسبق يعني ما تم التوصل إليه الآن وما طرحه بايدن فيه سيناريو كامل سيتدخل بين جانتس وآيزين كوت ومجموعة من الشخصيات الأخرى لتشكيل شبكة حماية له حتى لا تسقط حكومته لاتخاذ قرار يهتم به اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بحيث أنه إذا نسحب سموتريتش وبين جفير لا تسقط الحكومة يبقى فيه خط حماية له يكمل خط استكمال خريطة التوقف العدوان على غزة احتمالية أنه يكون خط الحماية ده فاعل فاعل بنسبة هو ده المخطط هو أعلن يعني ده متوقع أنه نسحب بين جفير وسموتريتش متوقع كان متوقع وده هم أعلنوا الليلة هذا صراحة إذا حصل وانسحبوا المفروض أن الاربعة وستين هيقلوا عن الستين فتسقط الحكومة سينضم نيابة عنه الأحزاب الأخرى اللي بيمثلها بين جانس وده المرشح الأقوى اللي بترشح على الولايات المتحدة ليكون خليفة بنيمينة تانية في الانتخابات القادمة